زار نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري سكن الجرحى بمدينة مأرب وافتتح الأقسام الجديدة في السكن التي ستقدم خدمات إضافية للجرحى واطلع على الخدمات الطبية التي تقدم لجرحى الجيش الوطني والمقاومات الشعبية الذين يقضون فترة العلاج والنقاهات في السكن الذي طاف بأقسامه برفقة وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الربو مفتاح ورئيس اللجنة الطبية الدكتور محمد القباطي وعدد من المسؤولين أقول للأخوة الجرحى نعاهدكم الله ونعودكم وعد الرجال الأوفياء الأحرار أننا لن ننسى تضحيتكم وأننا سنظل ندافع عن مبادئكم وعن قيمكم التي ضحيتم من أجلها من أجل المساواة من أجل العدالة من أجل عودة الدولة من أجل أن يكون اليمن العزيز الكريم أن يعيش المواطن اليمني في بلده بكرامة وعز يفتخر أنه يمني وقد التقى نائب رئيس الوزراء بعدد من الجرحى الذين تلقون العلاج واطلع على أوضاعهم والاحتياجات التي يحتاجونها لاستكمال علاجهم مشيدا بدورهم الكبير في الدفاع عن الوطن وصناعة الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خلال الفترة الماضية أنا أنظر أن هناك مئة وآلاف من الجرحى قدموا حياتهم من أجل العزة ومن أجل الكرامة ومن أجل اليمن ومن أجل المؤسسات ومن أجل عودة مؤسسات الدولة ومن أجل المساواة ومن أجل الجمهورية نحن نشعر بالفخر والاعتزاز ونقدر تقدير عالي تضحيات هؤلاء الأبطال الذي قدموا دمائهم وارواعهم رخيصة من أجل هذا البلد وتأتي هذه الزيارة في ظل التحضير لتسفير أعداد من الجرحى الذين يحتاجون لعمليات جراحية تستدعي سفرهم للخارج والذين سينتقلون لعدد من الدول للسكمال علاجهم بدأنا مرحلة التسفير فالحنا قد سفرنا الآن بصورة انفرادية 41 حالة ونحن الآن في صدد تسفير المرحلة الثانية والثالثة معانا مجموعة سيسافرون إلى دولة مصر الشقيقة ومعانا قرابة 30 قريح ومعانا قرح سيسافر السودان 37 قريح ومعانا 40 قريح سيسافرون إلى الهند ويتم افتتاح الأقسام الجديدة في سكن الجرحى استكمالا لتوفير الاحتياجات الطبية والغذائية والمرافق الصحية والرياضية التي تسهم في شفاء الجرحى وعودتهم لوضعهم الطبيعي اشتركوا في القناة